دكتور الميدي اناس طبيب موقيم في مصلحة جراحة وطب العيون في مراكش وكان بغي نفكر كيف الناس دا بفهموا بانه جميع الاطباء كيفما كانت تخصص ديالهم كيتكلفوا بدل الحالات ديال كورونا واليوم احنا فرحانين بزاف في المصلحة لانه اول حالة شفاء كينا عندنا في مصلحة طب وجراحة العيون وبالتالي لانه كي يقول المريد يعني مع عرفته واحد الفترة كي يبقى معنا فبالتالي كي يقول لي بحل عضو من العائلة وكنسولو فيه بزاف وكندخلو عنده وكن حتى دا برا ما زالين تواصلوا معه في الهاتف لانه خصنا نعرفو الحالة دياله كيفاش غادي تقولي من بعد وبالتالي فرحة كبيرة وكنتمنى انه والمرضى الاخرين وانا متأكد بانه ما بقاش اليوم بزاف حتى وما غادي تعافو حتى وما غادي يخرجو ساني من شاء الله ونبغي نفكر الناس الله يجزيكم باخير هذا المرض را ما غاديش نحميه راسنا منه اه فقط بالدواء بل بالوعي يعني خصنا نعرفو بانه مخصوش انتاشر وبالتالي خصنا نبقى في دورنا خصنا نلبسو الكمامات خصنا نرسلو جدينا هادو امور لي كانتمنى انها وصلت للجاميع بانه كل شي فان بان هذا هو الحل باش نربحو هذا الحرب لانه حرب دابة وبغينا نربحوها وما بغناش لمغرب يكون في عدد ديال مرضى اكتر وبغ الحجر الصحي اللي كيتحكم فيه ماشي هما السلطات اللي كيتحكم فيه هما هو الشعب يعني احنا اللي غادي نقرروا ما شحال غادي نبقاوه في الحجر الصحي اي لا احتر مناها غادي يكون طويل غادي يزادوا عدد الأمرضاء غادي يزادوا العدد ديال الوفيات اللي يحفظ ويقدر يتزاد أيضا حتى المشاكل للناس اللي ما عندهمش كورونا يعني المشاكل الاقتصادية والمشاكل ديال الناس اللي عندهم أمراض أخرى وبالتالي الله يجزيكم باخير نكونوا آآ قد المسؤولية ونبقى في ديورنا ولبسوا الكمامات ديالنا